في ملفنا الأول نظمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد مظاهرة قطرية ضد العدوان على حوارة في مدينة سخنين الجليلية واستنكر الناشطون التصعيد الخطير من جانب حكومة الاحتلال وأذرعها الفاعلة على الأرض من اعتداء للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مشددين على ضرورة تنظيم الفعل النضالي من مدينة سخنين ينضم إلينا الآن مراسلنا مجد دانيال أهلا بك مجد ماذا لو تطلعنا على سير هذه المظاهرة القطرية التي أقيمت هذا النهار في مدينة سخنين الجليلية ومحتوى الخطابات من على منصة هذه المظاهرة الاحتجاجية نعم مساء الخير أمير لك ولكافة المشاهدين بالفعل انتهت للتوء المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية هنا في مدينة سخنين وهنا ساحة المهرجان الختامي في سخنين حيث ألقيت الخطابات يعني ألقى كل من رئيس لجنة المتابعة السيد محمد باركي وأيضا رئيس بلدية سخنين دكتور صفوة أبو ريا كلمات من على المنصة في نهاية هذه المسيرة الحاشدة التي شارك بها الآلاف من أبناء المجتمع العربي وجابت شوارع سخنين انطلاقا من مسجد النور وصولا إلى هنا إلى ساحة بلدية سخنين يعني منددين بجرائم الإرهابية للمستوطنين في حوارة الذين أحرقوا المنازل للفلسطينيين العزل وأيضا رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين أيضا بجرائم الاحتلال المستمرة وهذا الاحتلال القابض على أنفاس وأجساد الفلسطينيين للحديث أكثر عن هذه المظاهرة وعن التضامن والالتحام مع حوارة ومع أبناء الشعب الفلسطينية في الدفة الغربية سعدني أن أرحب بعضوة الكنيسة تعيدة تومس سليمان عن الجبهة والعربية لتغيير مساء الخير ستعيدة بداية يعني كيف تصفين المشاركة في هذه المظاهرة وما هي الرسالة الأبرز التي تخرج من هنا أولا هي مشاركة جماهيرية حاشدة واسعة تعبر عن غضب أهلنا خاصة أنها تأتي بعد يومين كانت فيه عشرات الوقفات والتظاهرات إذا كان في المدن الكبرى أو على الشوارع الرئيسية عبرنا فيها عن غضبنا وعن تضامننا مع أهلنا الرسالة المركزية التي تخرج اليوم من سخنين بأننا جميعا أبناء شعب واحد وأن ما يطال أهل حوارة يطالنا وأن المصير واحد ونحن هنا أولا لنقول بأننا نرفض هذه الجرائم وندينها وسنعمل على فضحها دوليا ولكن الأهم من كل ذلك نحن إلى جانب أهلنا في حوارة ستأتي فعاليات إضافية من ضمنها التواجد مع أهلنا في حوارة نعم يعني جرائم المستوطنين مستمرة منذ زمن ولكن في الآونة الأخيرة نرى بأنهم مع مرور السنوات يصعدون درجات في همجيتهم وإرهابهم ضد الفلسطينيين واعتداءاتهم السافرة على الفلسطينيين برأيك هل الحكومة الحالية تمنح الغطاء لهؤلاء المستوطنين ليقوموا بجرائمهم؟ طبعا أنا أعتقد بأن كل الحكومات أعطت الغطاء للمستوطنين أيضا في الماضي عندما كان المستوطنون في الأشهر الأخيرة وفي السنوات الأخيرة يهاجمون أهلنا في شتى المواقع في المناطق الفلسطينية كانوا دائما الجيش يرافقهم ويدافع عنهم ويعطيهم الغطاء الجيش لا يقوم بذلك إذا لم يعطه السياسيين الضوء الأخضر لذلك لذلك الحكومات السابقة وهذه الحكومة ولكن هذه الحكومة هي حكومة فاشية المستوطنون يجلسون داخلها في سدة الحكم ويقررون ما رأيناه في حوارة وللأسف الشديد هذه الجريمة البشعة التي نفذها المستوطنون لاقت استحسان من قبل سياسيين وأعضاء ائتلاف حكومي ولاقت أيضا استحسان من وزراء ويحاولون قطف ثمارها من خلال تعزيز الاستيطان رأينا اليوم كيف يدخلون الكارافانات إلى أفيتار كما يبدو أن المستوطنون يقولون الدم الفلسطيني يجب أن يدفع يدفع وبالمقابل نحن نجني الاستيطان وطبعا نحن هنا لنقول سنصد هذه المحاولات نعم وتأتي هذه الجرائم في ظل مظاهرات واحتجاجات تشتاح البلاد من قبل المعسكر الذي يطلق على نفسه بالمعسكر اليسار والمركز أو الوسط ضد الانقلاب القضائي وضد الانقلاب على الديمقراطية في البلاد ما يصفونها في الديمقراطية بالبلاد برأيك هل هذه المظاهرات منقوصة مدامة لا تتحدث عن الاحتلال؟ هذه المظاهرات تقوم ضمن الإجماع الصهيوني الذي يريد لهذه الدولة أن تعيش أكذوبة الدولة اليهودية الديمقراطية هم يتباكون على ديمقراطية استفادوا منها هم فقط حتى الآن هم لا يريدوا ذكر بأن هذه الدولة محت عمليا من جدول مواطنتها 22% من المواطنين الفلسطينيين تعاملت معنا على طوال السنين بالإجحاف والتمييز والقمع على مدار السنين ولا يريدون أن يتعاملوا مع قضية الشعب الفلسطيني والاحتلال ونحن نقول لا ديمقراطية في ظل الاحتلال ولا ديمقراطية في ظل التمييز العنصري وإنما فوقية يهودية يريدون الدفاع عن حلمهم بأن يكونوا بفوقية يهودية ولكن يسمونها ديمقراطية هذا شأنهم أود أن أشكرك جزيلا شكر عدوة الكنيسة عن القامة المشتركة سابقا والقامة العربية للتغيير والجبهة والعربية للتغيير عائدة مسلمين شكرا جزيلا لك والآن أيضا ينضم إلينا الحديث أكثر عن التنظيم والدعوات لهذه المظاهرة الحاشدة في مدينة سخنين دكتور غزال أبو ري وهو ناطق بلسان بلدية سخنين أهلا وسهلا بك دكتور غزال بداية يعني كيف تقيم المشاركة في هذه المظاهرة دعني بداية أن أحيي جماهير شعبنا من النقب للمثلث للجليل للمدن المختلطة على هذه المشاركة عمليا هذه مسيرة الغضب احتجاجا على ما قام به أبواش أو باش العنصريين والمسوطنين ضد شعبنا في كل أماكن قران المؤمنة الفلسطينية هذا تدل على أن شعبنا شعب حي إن بارك كان القرار عمليا والتوجه والقرار بلدية سخنية واللجلة الشعبية ورأيت عمليا هذه مسيرة يعني كما قلت الغضب الاحتجاج يعني جابت شوارع سخنين من الشرق إلى الغرب ومن ثم في البلدية هنا يعني ورأينا عدة رسائل أنه إحنا شعب يعني نحتج ونعمل بكل ما أتينا على طبيعي أنه نقف بجانب شعبنا يعني اعتادت مدينة سخنين أن تحتضن الفعاليات والنشاطات الوطنية والمظاهرات القطرية التي تدعو إليها لجنة المتابعة يعني ما هذه الرمزية لاستضافة هذه المظاهرة في سخنين نعم سخنين تقوم بواجبها اتجاق شعبنا الفلسطيني وكل محطاتنا النضالية وراية شعبنا هذا واجبنا نحتضن يعني كل مناسبات يوم الأرض الخالد هبة القدس والأقصى ومثل طبيعي هذه المسيرة الاحتجاج هذا واجبنا احنا ما بنعمل يعني إلا أن نقوم بواجبنا وأنا بدي أحيي كمان مرة يعني أهلنا في سخنين وكل من حضر وشعبنا كمان لقعت في بيته ويحتج عمليا وله موقف لأنه كمان مرة هذا واجبنا أنا بدي أحيي كمان رسالي للمجتمع اليهودي هذه الرسالة بتقول أنه الاحتلال هو صحيح خطر على شعبنا الفلسطيني وتهديد لشعبنا الفلسطيني ولكن هو خطر على المجتمع اليهودي أنا أناشد العقلانيين في المجتمع اليهودي وكل عمليا من يرى أنه الوصول لأبرتهايد هذا خطر كمان على المجتمع اليهودي ويجب وقف الاحتلال أنا بقول دائما حتى في خطاب المجتمع اليهودي أنه يعني اتركوا نفسية الاحتلال وتربية الاحتلال وتربية التمييز إحنا دائما كنا نقول إن شغلة واحدة إذا أنت اليوم حتى بتشرعنه التمييز ضد العرب في الداخل عندنا غدا ستجدون التمييز بين أطياف المجتمع اليهودي وهذا ثمن عمليا عليه وليس هوين المشاهد التي رأيناها في حوارة قبل يومين تذكرنا بحربة العالمية الثانية وما حدث في أوروبا على وجه التحديد يعني كيف لهذه المشاهد أن تحرك الغضب والمشاعر لدى أبناء الداخل الفلسطيني أيضا؟ بدون نشك إنه عمليا دمنا يعني مش مي عمليا إحنا نتماثل وإحنا جزء حي من شعبنا الفلسطيني وإحنا نعرف اليوم ما يصير في قرانا مدننا الفلسطيني شعبنا الفلسطيني بنقول لكل من يسمعنا يعشق الحياة ويريد الحياة الأم الفلسطينية تعشق ابنها وتحب ابنها عمليا وما يجري من الإعلام العبري ومن المجتمع قصة المجتمع اليهودي نزع الإنسانية عن أهلنا عن شعبنا وهذا أكبر ثمن إحنا قاعدين نشوفه في نفس الوقت يعني سمعت هنا رسائل كل المتحدثين عمليا والرسالة أنه اليوم التهديد كأنه يعني خطر الإسلام في نفس الوقت يتحدثون عن رمضان رمضان هو شهر الرحمة شهر التقارب شهر السلام فيرسقون فينا عمليا بشهر رمضان كأنه شهر عمليا القتل أنا كمان مرة وعندما نرى بأن هناك أيضا أعضاء كنيسة من الإتلاف الحكومي ووزراء من الإتلاف يدعمون ورأينا يعني سموتريتش يضع إعجاب لك على أحد البوستات التي تدعو إلى محو حوارة يعني كيف نصف هذه الحكومة وهذه التصريحات؟ هذه الحكومة مع كل أسف عمليا عبر السنين وبالذات الآن كمان هني بيتنافسوا على العداء للعرب وعلى الدم العربي هني بدي نكسبوا قوة السياسية دائما على الدم العربي وهذا إحنا يعني ثمن مش هويا علينا أنا كمان بدي أقول درسنا التاريخ وفي نفس الوقت لما كنا نتعلم عن عمليا ما قاما نازي ضد اليهود كنا تماثل مع الألم عمليا اليهودي وكنا نقول دائما للمجتمع اليهودي إنه إذا أنتم مريتوا في هذه المراحل القتل وسفك الدماء وما جرى عمليا من نازيين يجب أن تكونوا يقضين في نفس الوقت وحساسين في نفس الوقت في التعامل مع الأقليات ومع الشعوب وهذا شيء مؤسف إنه نسمع أضاء كنيزة اللي بحط يعني أعجبت في قتل عمليا العربي نعم في ظل يعني سؤال أخير في ظل هذه التهديدات وهذا الظلم الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا العنصرية التي نتعرض لها نحن كمواطنين كمجتمع عربي في الداخل يعني كيف يجب أن نتعامل مع كل هذه التحديدات؟ هل الوحدة هي أيضا يعني يجب أن تكون رسالة منا نطلقها للمؤسسة الإسرائيلية؟ بدون أدنى الشك نحن ندعي للوحدة والتماسك مجتمعنا في الداخل أنت تعرف أنه إحنا اليوم يعني نشهد كمان التهديد كبير اللي هو مجال العنف ونعرف أنه يعني مجال العنف من يحملون السلاح الشرطة الإسرائيلية بتعرف عمليا إذا في عصفور في أستراليا ولا في إندونيسيا ولا في أمريكا إذا في طير يعرفون عمليا وربما يعني من يزودهم السلاح يجب أن نفحص من يزودهم السلاح فإحنا كمان مرة في الداخل هنا يعني الفلسطيني قضية اليوم يعني سفك الدماء وفقدان ضحيانا إحنا نحمل الشرطة المسئولية وما تباهي بين كبير أنه عمليا أنه أنا بدي حل هذا الأمور وبنضحكه على يعني هيك مجرد ضحك على الناس إحنا في نفس الوقت ندعو فصائل الشعبنا الفلسطيني الوحدة والتماسك نمر في مرحلة صعبة جدا في الداخل الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني عمليا في مشكلة كبيرة جدا وفي قضايا جدا فقط الوحدة والتماسك وأن نكون جسما واحد وحزم واحد هو الضمان عمليا للخروج من هذا الوضع وندعو كمان شعوبنا لعل هذه الرسالة تصل وتلقى آذانا صاغيا يعني لدى الفلسطيني وأيضا في الداخل هنا لدى الأحزاب العربية أود أن أشكرك جزيلا شكر دكتور غزال أبو ري المتحدث بأسم بلدية سخنين يعني إذن أمير هذا هو المشهد من هنا من مدينة سخنين بالفعل يعني العديد أيضا من المتحدثين أكدوا على أيضا قضية العنف التي تنهش جسد مجتمعنا نتحدث عن أكثر من 24 قتيل منذ بداية هذا العام وأيضا هذه آفة يعني مقيطة أيضا يجب محاربتها والتظاهر ضدها إليك أمير أشكرك مراسلنا مجدنيال كنت معنا ببث مباشر من مدينة سخنين الجريلية والشكر موصول لضيوفك الكرام